يوم سبعة يونيو يوم سبعة يونيو 2018 فاكرين اليوم ده لما توركي قال الشيخ خبط عمر أديب على أفاه بعد ما اشتراه وقال له يا عمر انت النهاردة بقيت أغلى إعلامي في الشرق الأوسط يا عمر انت لاري كينج العرب في مشهد أقل ما تقدر توصفوا به انه صفقة في سوق نخاسة تعالوا نشوف المشهد ونفتكره ونرجع نكمل كلامنا علشان الحكاية لسه في أولها احنا نحب نقول انه الآن بالأقد هذا عمر أديب أصبح أغلى مديع في الشرق الأوسط لاري كينج العرب شكرا 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 طبعا سمعنا ما شفناش لاحظتوا آخر جملة قالها تركيا للشيخ قال يا رب تكون يعني أنا أتمنى تكونوا سمعتوها كويس قالوا ايه آخر جملة قالوا بعد ما ختم عمر قالوا يلا اللي بعده وكأن كان في ناس تانية قاعدين مستنين دورهم علشان يمضوا ويقبضوا ويبيعوا ويبقوا رهنة إشارة الكفير ومن يوم هيا عزيز المواطن والحبل على الجرار كل يوم بقينا نسمع عن فلوس سعودية بتشتري وتبيع في شوية ناس للأسف انهم محسوبين على مصر وفي بطاقهم مكتوب انهم مصريين آخرهم فنان الكبير اللي كان ليه جمهور بيحبه وبيحترمه زمان طبعا قبل ما يلوز تاريخه ويقطع صلته مع جمهوره لما وقف وسقف للدم وطبل للسيسي وطبل للانقلاب لو انتوا فاكرين يعني بقى من يومها كده بهتان لا ليه طعم ولا ليه لون ولا ليه حتى ريحة الفنان الكبير اللي يما سمعناه واستمتعنا به هو بيغني عن الوطن فاكرين في امريكا شيكا بيكا كان اسم الفيلم كده كان ليه اغنية بتقول يعني ايه كلمة وطن يعني ارض حدود زمان ولا حالة مش شجل فاكرينه الفنان محمد فؤاد الفنان فقش ورينا كده محمد وايه الجديد عند محمد محمد طلع يقول الجمهور السعودي اعظم ناس على وجه الارض مش هنا حنوقف لحظة ونقول سواء كنت سعودي اماراتي عماني بحريني قطري كويتي او غير كده ليبي هندي او تونسي جزائري مغربي سوداني صومالي ايا كان فاهم اصلا بيك ما عندناش مشكلة معاك المشكلة في اللي بيقوله محمد ده هنا بيقولك عمل امسية يوم الخميس وفي حفلات غنائية في موسم جد 2023 في السعودية وبعت رسالة قال فيها حلم اننا نغني لأعظم ناس على وجه الارض السعودية سكنة جوه قلب كل الوطن العربي الشعب السعودي اللي علمنا يعني ايه اخلاق وكرم وقفل عند الحتة الاخيرة دي هنا هرجع تاني اقولك سواء كنت سعودي او اماراتي عماني بحريني قطري سوداني تونسي مغربي جزائري موريتاني فلسطيني يمني سوري لبناني ليبي ايا كانت جنسيتك ايا كانت لهجتك انت بالنسبة للمصري اخوش ايه الشعب المصري يمكي من الشعوب القليلة في العالم لعمره ما كره حد عمره ما تعنصر على حد عمره ما كره الخير لاي بلد لكن كل شعب عنده بلده هي احسن بلد وعنده ناسه هم احسن ناس وده ما فيهوش تقليل ولا اهانة لاي حد بالمناسبة احنا عندنا مصر هي ام الدنيا وكل الدنيا والمصريين هم احسن ناس والسعودي عنده كده والليبي عنده كده وهكذا كل حد شايف بعين بعينه بعد الكلمتين دول توقف كده نقطة معقول السطر ونرجع تاني الفقش فقش قال تصريحه وكأن فيه عدوة بينه بين المصريين وكأنه نسي الوطن والوطنية والانتماء وكأنه كان مكبوط يعيني في مصر ولقى الحرية في السعودية ما هو مش معقول مش معقول يعني الفلوس تعمل كده في الناس يا جماعة مش معقول مش معقول يكونوا بالرخص ده معامره اديب سبق ومضى عقده وخد فلوس يعني الريال السعودي مستمر معاه من بقاله كم سنة اي نعم بيطبل كل يوم بس بالعقش بالهداوة مش بالغشامة دي يا فقش مش بالغشومية دي ده انت يا دوبت وعدت بفيلم بس توعدت خبر بيقولك انه وعدت محمد فؤاد بيقول ان تركي قال الشيخ هيعمله اكبر فيلم سينمائي قلب في نيويورك يا اوعى والشيخ واكيد تركي هاري الشيخ اللي هيكتبه ويكتب بالالحان وهو اللي هيلحن وهو اللي هيكتب الاغاني ده اللي قاله محمد هوقة دي تفاصيل الخبر انه هيعمله فيلم جامد جدا ملوش حل ويعني بيتكلمه عن ان تصريحات عملت مشاكل وعملت قلق بس ما علينا بمجرد انه ده لوعد قام فؤاد باع البلد بفيلم يا راجل تبيع مصر بفيلم والجيش والسيسي واخوك الشهيد ابراهيم فؤاد كل ده تتخلى عنه عشان وعد بفيلم مش كده يا فوقش وبعدين مين قالك ان انت بمثل شاطر يا حبيبي الناس كانت بتقبلك وبتحبك زمان علشان كنت بسيط كانوا مفكرين انك واحد منهم دلوقتي خلاص الورقة اتبلت والود تقطع يا فوقش وحتى اعتذارك كان خايب زي خبتك بالزبط شوفوا الاعتذار اللي قالوا يعني هو برضو حاول بيقولك السعودية فوق الجميع واللي ما يحبهاش مريض اللي فوق الكله ربنا يا فوقش ما حدش فوق حد ربنا ما خلقناش فوق بعض ولا حاجة قال محمد فؤاد على هامش المؤتمر الصحفي الحفل جدة السعودية فوق الجميع بحبكم أرض طهرة بلد الجميع وبلد الكل وعزيزة على قلب كل عربي وكل مسلم وشعب مصر علمني لحد ما بقيت نجمة وابلا بلا بلا يعني لما تيجي بقى تلمها لما بريد كحالة فتعميها طبعا مش غريب ان عمر قديب يطلع يدافع عن زميله في الكفالة دي بتبقى اوامر من الكفيل او افعال حيرضى عنها الكفيل فتلاقي بعد تصريح حفل جدة عمر قديب يدافع عن محمد فؤاد يا اخي ده ابن بلدك طب يا فتما هو ابن بلدي ما يحط بلدي الاول على راسه ما يفتخر ببلدي ما يقول على بلدي اللي يحق وبعدين يحطه على راسه ايه يعني المشكلة يعني ابن بلدي وبيغلط خلاص نغفر له مغفر له يعدي اشتركوا في القناة